الأخذ السائلة من أبها تقول ما حكم إجهاد المرأة لجنينها وذلك الحكم في الشريعة الإسلامية مأجوري لا يجوز إجهاد الجنين خصوصا إذا نفخت فيه الروح لا يجوز إجهاده إلا بفتوى من اللجنة الدائمة مبنية على تقرير طبي من ثقات من الأطبة لا بد من هذا وليس للمرأة الحرية في أنها تجهض أو لا تجهض لا بد من الرجوع إلى أهل العلم في هذا لأن الحمل والجنين له حرمة نعم